عايزين نتكلم عن موضوع مهم جداً وهو موضوع التجاهل لو انت محطوطة في موقف وعايزة تتجاهلي الكلام مع شخص معين في موضوع معين نعمل ايه؟ الخبراء بيقولوا لو انت في موقف وعايزة تتجاهلي الكلام عن الموضوع ده ممكن تغيري الموضوع بطريقة لطيفة وشيك وتتكلمي في اي موضوع جانبي بس احياناً يا ايمان اللي جنبك يحاول يعني او اللي قدامك انت بتحاول تتجاهلي الموضوع لكن يرجعك ليه تاني ايه هرابة لانت عايزة تغربي من الموضوع على فكرة لا بصي والواحد بيواجه ده كتير في حياته عموماً سواء في البيت او في الشغل او مع الصحاب يعني بصي سواء انت محطوطة في موقف يا حبيبتي او محطوطة عليكي في موقف فهنا التجاهل ده انا بسميه فن التجاهل بصوا جفال الكلمة فن التجاهل هنا بفتكر بقى قدامك بقى بوز لك فن التجاهل لا ما انا بفتكر هنا عارفة بنتفكرت من الحكاية دي انت مش عايزة تجيبي صورة الموضوع ها انت مش عايزة تتكلمي صح افتكرتش بكار في المسرحية بتاع سيدتي الجميلة ههم تلات كلمات هترد بيهم ازاي الصحة الجو جميل برافو اي حاجة من هاش علاقة بالموضوع انا بعمل حاجة لطيفة او بفضل بصل اللي قدامي وبرد رد غير متوقع فبيحسب بيعمل شك طبعا انا كده بحرق الكروت بتاع سيئة تماما يعني لا قولينا بتصرف ذا علمينا اه بابتسامة وخصوصا لو اللي قدامي وصل لمنطقة من السخف والبواخة اللي هو بيها انا مش هينفع عارفة الصفرة مش عارفة لونها شارفة تطلع لونها ايه ساعة تاع حسب اه فانا بقوم بتاسمة كده او بقول ايه تمام اه 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 على التمام بتاعتك دي تمام بتاعتي دي التمام بتاعتك دي اللي قريبين مني عارفوها فهموا فت بعدك واتكل على الله قال له خلاص كده يعني تمام من النصيح برضو انك كمان تتأخري في الرد على الرسائل دي والاتصالات وبعدين ارجعي ردي بطريقة لطيفة يعني بلاش التصرع يعني فيه ناس لما بترد او تيجي تكتب ميسج حالاتي كده يعني ارجع نفسي مئة مرة بعمل ديليت 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 ولو ان انا يعني في طبيعتي بس انت لطيفة يا مونمون بالعكس الحمد لله ربنا مديني شوية حلم او انا بسميه ان انا عندي ديلي والديلي ده فايدة يعني بيفيد عندك ثابت انفعالي ما شاء الله وعندك من الهدوء النفسي والتصالح النفسي اللي يخليكي محتفزة بابتسامتك وفي نفس الوقت دايما بتحسين الظن باللقى قدامك ودي ميزة جميلة فيك اسمحيل اقولها لك حقيقي فده بيخليكي من جوة لدنيا صفية بس ما اقول لحد يفتح موضوع ونتجهله ما هو لو الموضوع بيجي عليك يا مونم عايز ذكاء قوي في الرد وعايز عدم احراج يعني ما حريكش لقى قدامي في رفسة ان عندي سر مش عايز اقوله حد سألني انا بقى بتحط في موقف ان انا مش عايز اجدب يعني اذا سألتيني عايز اقولي الحقيقة ايه واتسألوا ماما لا هتقولك والحقيقة بس انا مش هقول انت جرجروني في الكلام وانا هقوله وحدي لا هنا ممكن المقصود بالتجاهل اذا كان اللي قدامك بيحاول ان هو يجرك لمعركة صغيرة ما تتنسبش معاكي مش شبهك او هتخليك تغلطي في الكلام او هو يبقى قاصد ان هو يرخم او جدل معين هتتركي الجدل اه في حد بيشدك لمنطقة جدل او بيحاول ان هو يستفزك عشان يطلع اسوأ ما فيكي فانتي ما تعمليش كده ما نعملش كده خالص لا بالعكس طب تمام اوكي هي التمام دي انا عايز اتعلم منك التمام تمام واخد بلاجة تمام وبتسمع كده نص نص